الحقيقة موضوع ترخيص المحلات ده عليه أقويل وعليه كلام كتير وجوانبه كتير وتفاصيله كتير أنا عارف طبعا حياتك كنت نائبة في حتة هي بالأساس تجارية وفكرة التجارة فيها يعني هي في سرة القاهرة يعني أو قلب القاهرة يعني فخليني أتكلم مع حضرتك عن هذا الموضوع بداية وخبرة حضرتك معي طيب وأنا مبدأي أن أنا نائبة كنت نائبة منشية ناصر والجمالية وطبعا إنتوا عارفين المنطقة الأظهر كلها طبعا الدايرة عندي والمحلات عندي بصفة كبيرة جدا كبيرة إحنا خلينا نتكلم في مبدأيا من 8 إلى 10 مليون محل في مصر القانون اللي إحنا حطناه إحنا كان القانون دوات صدر يعني تم إصداره في 2019 1954 لسنة 2019 ساعتها دكتور محمد عطايا الفيومة حط القانون وناقشناه في اللجنة وجبنا كل ما تتخيله حضرتك من رؤساء مراكز ومحافظين ويعني وزراء جبنا عشان نناقش القانون وعشان نطلع قانون هدية للمواطن المصري فانتم الغرض ده من القانون كان إيه؟ إنه في محلات كبيرة بنقول 8 مليون 10 مليون إحنا ما تمش حصر بالزبط كان محل لإنه المفترض على مستوى مصر كلها على مستوى مصر إنه لم يتم الحصر فعليا يعني ولكن منقول بصفة مبدئية 10 مليون محل طيب إحنا عاملين ده ليه؟ لإنه إحنا كان نفسنا إحنا مجلس نواب إن إحنا ندمج القطاع الغير رسمي في القطاع الرسمي إحنا عايزين يتشاف المحل الفانتم الغير مرخصة دي كارثة كبرى ليه؟ المواطني حرام فاتح محل قد كده يفوت عليه إحنا عايزين نقفل باب الفساد في المحلية اللي يفوت ده؟ قصة اللي بيفوت ده يفوت يا رايز طيب ها؟ طيب مرخصتش طب ماشي صباح الفول صباح الفول ظبط بقى طب أنا عايزة أقفل الباب ده خالص استباح استباح فرحت أقفل الباب ورحت حتى مجموعة من المواد أفلت كل أبواب الفساد وطلعنا القانون سنة 2019 وقلنا القانون ده كل ما يخص المحل التجارية كل المحل التجارية سواء المرخص أو غير المرخص كل وقام عادة تقنين كله مرخص وغير مرخص أنا هجل حضرتك بعد جدا إننا هنحن بيتكلم في كل المحل التجارية المحل العامة كل ما يخص المحل التجارية والحرافية والتسلية والطرفهية كل ما يخص المحل حتى اللي هو الخيام اللي بنعملها دي في المولد النبا والبتاق ده يخص المحل اللي هي اللي بتطلع بصفة موسمية أي إحنا اللي ما بنعمل ده عملنا دوت قلنا عشان نقفل باب الكسر هنحط اشتراطات عامة واحدة اثنين تلاثة اربعة ركب كاميرات اعمل مش عارفة اشتراطات عامة لكل المحلات واشتراطات خاصة اشتراطات خاصة مثلا ريستوران مطعم لازم يجيبني الشيادة صحيح مش عارفة حاجات خاصة حاجات بقى والدفاع المدني والدفاع المدني الكلام ده كله قلنا اللجنة العليا للترخيص هي اللي هتقوم بوضع الاشتراطات العامة والخاصة استوفيت حضرتك الكلام دوت اترخص لك المحل لأنا هجيب لك التفاصيل بتاع الترخيص حضرتك بتروح المركز التكنولوجي العادي اللي في اي المراكز يعني انت بتتكلم في المراكز الترخيص لا يا فندم ده على مستوى الجمهورية انت عندك المركز الحي اللي عندنا هنا في القاهرة فيه احياء بتروح الحي مركز التكنولوجي بتقدم صورة البطاقة عقد التمليك او الايجار بنتكلم في بطاقة دربية وسجلة وجاري ورائك اللي هي تتعامل بيها كلام بسيط جدا المركز التكنولوجي الورقة هون المركز التكنولوجي خلال ستين يوم لازم يبقى لحضرتك يقول لك انت هتجيب لي شادة صحية عشان انت بتفتح استكمال الاوراق لازم يرد على المواطن لو خلال ستين يوم ما ردش على المواطن الرخصة تصدر بقوة القانون بص بقى حضرتك عمالنا ايه قلنا بقى ايه تلزم الادارة المحلية باصدار الرخصة يبقى انزار ويقول خلاص انا كده افتح المحل بقوة القانون لانه القانون مجيلي ستين يوم ترد علي حضرتك لم ترد علي لازم الموظف المختص في الحي او المركز يرد على المواطن با او لا اه ليه هيقوله هتعمل اه واحد اثنين ثلاثة اربعة لا لا ليه والرد ده قليته قليته تنفيذه بتبقى ازاي يا فندم بيرد على المواطن المواطن بيروح المواطن من حقه يا اما هو بنفسه يروح يقدم او وكيل عنه او احنا عملنا مراكز اعتماد مراكز الاعتماد دي لو رجال الاعمال بقى والناس اللي مش فاضية بتروح للمراكز الاعتماد مكتب الاعتمادات ده بتقدمه الاوراق امشي انت في التركيز وبتعمله بتوكيد امين وما كاتب الاعتماد دي يا فندم اي ورقة تصدر عنه مزورة يتحاكم بجناية التزوير لانه محرر رسمي